قالت صحيفة الموندوس سلفدورية إن أسعار القهوة بالأسواق العالمية ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ 16 عاماً مما يسبب صدمة لعشاق القهوة حيث أنه بذلك فإن سعر فنجان القهوة الذي يعد أساسياً لحياة الملايين أصبح مكلفاً بشكل واضح وأشارت الصحيفة إلى أن سعر القهوة من نوع روبوستا ارتفع في تعاملات يوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ 2008 حيث بلغ 3847 دولاراً للطن وأيضاً ارتفعت أسعار القهوة العربية لتصل إلى 4851 دولاراً للطن وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022 بحسب ما أظهرته التداولات وأشارت الصحيفة إلى أن خسارة المحاصيل في البرازيل من أبرز أسباب ارتفاع أسعار القهوة وهو ما يثير قلق مزارع البون في السلفادور خاصة وأن تكاليف الإنتاج مرتفعة ومستوى الإنتاجية منخفض للغاية مقارنة بنظرائهم في أمريكا الوسطى وأوضحت الصحيفة أن هندوراس أكبر منتج في أمريكا الوسطى لديها ما بين 45 و 55 قنطار وأوضح معهد البون السلفادوري ISC في مذكرة أن الأسعار العالمية كانت مفضلة بسبب القلق في السوق بشأن الأضرار التي لحقت بالمزارع في البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة منذ بداية عام 2024 ارتفع سعر القهوة بسبب تدمير المحاصيل في الدول المنتجة خاصة فالبرازيل التي كانت تعاني من جفاف شديد قضى على المحاصيل والآن بسبب الأمطار الغزيرة وتشير تقارير الأرصاد الجوية في سومار إلى أنه في منطقة ميناس جيرايس التي تساهم بنسبة 30% فإنتاج العملاق الأمريكي الجنوبي تم الإبلاغ عن زيادة في المياه بنسبة 335% ترجمة نانسي قنقر